كأنه زمن آخر حين استضاف العراق القمة العربية الأخيرة قبل حرب الخليج الأولى مرت أشهر قليلة بين انعقاد تلك القمة واجتياح العراق الكويت وبدء قطيعة بينه وبين عدد كبير من الدول العربية استمرت حتى بعد سقوط النظام السابق آنذاك كان العراق على عداوة مع كثير من الدول المؤثرة في المنطقة أما اليوم فقد اختلف الحال الآن العراق ما لا شك فيه هو القاعدة الارتكازية لعدد من المشاريع في المنطقة المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني بسبب العلاقات الجيدة والحميمة التي تربط العراق مع إيران كذلك مع أمريكا وكل جهة تطلع إلى تحقيق أهداف معينة من وراء هذه العلاقات الحكومة العراقية ترى في ذلك نقطة قوة لكن الملفات الخلافية التي تهدد المنطقة ليست قليلة فقد تدهورت علاقات العراق بالبحرين وبدول خليجية العام الماضي بسبب موجة الدعم التي شهدها الشارع العراقي للانتفاضة الشعبية في البحرين التي وقفت ضدها دول الخليج بحزم سياسي وعسكري أما المهمة الأصعب فهي الخروج بموقف موحد من سوريا المهمة صعبة أنا أقول أنها مهمة صعبة لكن نريد أن نقبل الحد الأدنى هناك مبادرة عربية متفق عليها ومصوت عليها نحن داعمين لها ونعتقد بأن تغييرا جذريا في آلية الحكم في سوريا يجب أن تجري لا يمكن أن تنضي سوريا بالحكم الحالي الموجود حاليا نحن ضد التسلح نحن لا نقبل لإيران أن تسلح سوريا مثلا عن طريقنا إطلاقا لا نقبل نعتقد بأن الأخوة الآخرين الذين لديهم رؤية بالتدخل العسكري لا توصلنا إلى الحرية للشعب السوري وإنما إلى مزيد من الدماء هذا رأينا وهذا الرأي نصرح به جهار النهار ونابع من موقفنا نحن كمصالح عراقية يقف العراق اليوم أمام تقاطعات دولية وأفليمية خطيرة فمنطقة الخليج بأسرها مهددة بالحرب إذا ما تعرضت إيران لضربة عسكرية والقضية الفلسطينية في جمود مزمن والثورات تعصف بالعالم العربي في هذه الأجواء تطمح بغداد إلى صياغة موقف عربي فاعل وموحد الأمر الذي فشل العرب في تحقيقه طوال عقود مضت رامي الحيين بي بي سي بغداد